اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هناك وعدد من الشباب في الواقع يعني الواحد خرج بمجموعة من التأملات او نقدر نقول مجموعة من الانطباعات حول هذه المسألة الامر الاول ان كنيسة القبطية يعني خرجت من افق المحلية واصبحت كنيسة عالمية بمعنى انها منتشرة في جميع قرات العالم الكلام دا حصل خلال 30-40-50 سنة اللي فاتت لكنها بالتأكيد اصبحت يعني زخيرة روحية ووطنية لمصر في العالم الخارجي دا بن المسو من خلال الحوار مع المصريين هناك من خلال الدور اللي بتلعبوا الكنيسة في المجتمعات اللي موجودة فيها الان ولي بيدي اطلالة وصورة ايجابية عن الواقع القبطي والتراث والحضارة والثقافة والفن القبطي بالاضافة ايضا الى الروح المصرية والثقافة المصرية اللي احنا عارفناها وتعايشنا معها الامر التاني ان المصريين في الخارج دائما حرسين انهم ينقلوا ثقافتهم وعقدتهم وايمانهم وحياتهم للجيل التالي وحتى وجدت من خلال الحوار مع الشباب ان لديهم الرغبة ان ينقلوا دا الاولادهم اللي لازالوا بقى بنتكلم مع الجيل التالت بنتكلم لسه اطفال صغار دي روح جميلة جدا ان فكرة ان انا بندمج في المجتمع باخد ايجابياته انا بتكلم عن المجتمع الغربي بتكلم عن المجتمع الايطالي اللي موجودة فيها هذه الاسر ولكن في الوقت ذاته انا ببتعد عن سلبياته زي ما بقول للناس برضو في المجتمع المصري خليك مع الايجابيات تتعد عن السلبيات كانت تجربة لطيفة جدا ولقاء مصمر وشباب واعد وناضج يعني مؤثر ولا حضور في المجتمع الواحد سعت جدا بيه وكانت الحلقة الاسبوع الماضي هم الشباب هناك اللي سجلوا الحلقة طبعا ما كانش فيه مصورين معايا كنت الوحدي لكن طبعا القناة هنا قامت بالمنتاج لكن في كل الاحوال قدموا صورة جميلة ومبهجة لطبيعة الحياة التي تمارسها كنيسة القبطية في المجتمع وزي ما قال لي نيافة الأنبى أنطونيو ده كان باين في الحوار قال لي في المجتمع اللي احنا عايشين فيه الناس بتحسد شبابنا انه شباب ملتزم ويروحوا الكنيسة وملتزم بإيمانه وبعقدته وبثقافته وفي نفس الوقت بيلعب دور مهم جدا في مجتمعه سواء كان في المهن اللي بيقوم بيها أو في الحال الاجتماعية حقيقي صورة نتمنى دائما أن تكون عليها المجتمعات المصرية عامة والقطية في المهجر كانت تجربة لطيفة وسرية وأسعدت الناس والمجتمع في ميلان والحلقة الماضية ونتمنى دائما أن نكون على تواصل مع علامنا الخارجي اسمحوا لي أن نخرج بفاصل ونعود لنبدأ فخرات هذه الحلقة أهلاً وسهلاً بحضراتكم من إبروشية ميلانو هنسلط الدوق حول الشباب ما بين عمق الإيمان الروحي وما بين العبور إلى المجتمع نيافة الأنبى أنتونيو أسقف الإبروشية حكومة الدكتور أو المهندس مصطفى مدبولي في مرمى النيران شفنا يعني من خلال جلسات مجلس النواب أعضاء بيشنوا هجوم لازع وقوي حول أداء حكومة مصطفى مدبولي ومطالبة بتغييرها ودي يعني مسألة مش جديدة دي كرارت فترات سابقة لكن ملاحظين الفترة دي أن فيه كسافة في الانتقادات والرجل الشارع العادي والمواطنين العاديين بنشوفهم إزاي بيتكلموا بانتقادات شديدة للحكومة سواء ما يتعلق بارتفاع الأسعار أو موجة الغلاء أو شعورهم الدائم إن هناك أشياء يجب أن تفعلها الحكومة ولا تفعلها بالطبع يعني أعضاء مجلس النواب احنا شفنا يعني الجانب من انتقاداتهم جاد في الإعلام وعلى السوشال ميديا بينتقد الحكومة من حيث الأولويات وتفتيب هذه الأولويات ومن حيث يعني الجباية أو الحصول على أموال من المواطنين وارتفاع الأسعار وعدم القدرة على ضبط الأسواق يعني أشياء كثيرة ذكرها النواب في مطلبتهم بتغيير الحكومة يعني طبعا وفي الواقع المسألة معقدة يعني عايزين نفصل الكلام حوالين الإشكاليات اللي احنا بنواجهها النهاردة والحكومة بتواجهها هو ما بين مسألة تغيير الحكومة أو المطالبة بتغيير الحكومة أولا واضح جدا إن الهاجس الرئيسي في هذا السياق هو مسألة ارتفاع الأسعار بصورة متزايدة ودي مسألة يعني لهيب ارتفاع الأسعار يعني بيجلد المواطن داخل هذا المجتمع كل يوم الأسعار في ازدياد وفي ارتفاع وإحنا بتكون لأسباب غير مفهومة يعني ما فيش تغيرات حدثت لك الأسعار بتزيد أسعار البروتين في ازدياد أسعار السلع العادية في ازدياد فيه موجة قلق موجودة في الكلام حتى في الأسواق ما بين الناس ده فيه لستة جديدة نازلة ده فيه أسعار جديدة خلوا بالكو إيه حي اللي عايز يشتري اللي عايز يجيب يعني أنا معرفش مدى أساس هذا الكلام لكن في كل الأحوال هناك قلق إن الأسعار هترتفع وتواصل ارتفاعها لدرجة يعني إن أحد يعني معارض الأدوات المنزلية كنت بتكلم مع الشخص المسؤول فبقوله أكيد يعني عندكم الدنيا دلوقتي ربما تكون مريحة شوية يعني ما فيش ناس كتير بتشتري قال لي غير صحيح قال للناس بتشتري بيدافع الخوف إن الأسعار هترتفع قال لي جالي واحد عنده يعني فتاة عندها 15 سنة بيقول لي إن أنا بديت أشتري لها جهازها من دلوقتي لألا عندما تجبر يكون الأسعار زادت عن تقديم طبعا يعني بغض النظر عن تقييم من التفكير الناس لكن اللي عايز أقوله إن مشكلة ارتفاع الأسعار موجودة وظاهرة وفي ظاهرة أوفر برايسنج يعني الناس اللي بيبيعوا الحاجة فيتخيل إن الأسعار هتزيد والدولار هيعلى واليورو هيعلى وده هيعلى فيرفع الأسعار عما يجب أن تكون عليه عشان كده فيه أسعار كثيرة في مصر أغلى من مسيلتها في دول في دول العالم الأخر رغم أن نفس الظروف هي والاستيراد وسلاسل الإمداد والتوريد الكلام اللي احنا دايما بنقوله زي ما هو ودي مسألة تتعلق بضبط الأسواق يعني لابد من ضبط حقيقي الأسواق السلعة الوحدة بيباليها أكتر من سعر في أكتر من مكان دي مسألة محتاجة رقابة وضبط لهذه الأسواق الأمر الثاني والناس بتتكلم عليه كتير جدا هو زيادة الدين الداخلي وزيادة الدين الخارجي بنتكلم في أكتر من أربعة تريليون داخلي وبرة بنتكلم في أكتر من مئة وسبعين مليار طبعا خدمة الدين سواء كان داخلي أو خارجي بتضع أعباء على الميزانية العامة واحنا نتكلمنا في موضع دي كتير الأمر الثالث في زيادة كده في التقارير الدولية الدولية من بعض الهيئات الدولية كل شيء على اقتصاد المصر يعني لا يمضي يوم واحد إلا من لاقي تقرير جديد وعادة بتحمل آراء سلبي يقولك أصل تصنيف الاقتمال المصر انخفض تصنيف بعض البلوك انخفض أصل لابد من تحرير سعر الصرف رغم أنه يعني سعر الصرف المفروض أننا متبنين سياسة مارينة يعني ولابد من تخفيض قيمة الجنيه ولابد 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 كلام ده كله بيصب في السوشال ميديا والسوشال ميديا بتتكلم عنه أنا مش بكلم على يعني أبواق سلبية ضد المجتمع المصري وضد مصر لكن أنا بكلم كمان حتى على النقاشات هذه التقارير سواء كان في الإعلام أو في السوشال ميديا أو ما شاء طبعا كسرت هذه التقارير وأنا لا أخذها بعيني البراءة بالمناسبة يعني تعاقب وكسافة هذه التقارير في الحديث حول نفس القضايا يعني أنا مش عايز أشكك في حياد الناس ولا أتكلم عنهم لكن في كل الأحوال أنا شايف أن الموضوع في قدر من الإزدياد يعني لا أخذوا زي ما قلت لحضراتكم بعيني البراءة لكن على أي حال في تقارير كثيرة بتصدر ودي بتسبب موجة من النقاش والحوار بين الناس على السوشال ميديا بتؤدي إلى قلق تصرحة بعض رجال الأعمال الكلام على هجرة استثمارات من مصر الدور العربية يعني كلام كتير بيتقال في هذا السياق ومنشور ومتداول كل ده طبعا بيصب فيه موجة الانتقادات بالنسبة للحكومة في المقابل يعني محدش يقدر برضو يتغافل أن في بعض التقارير بتتكلم على أن التدخم مرتفع صحيح ولكنه حاليا بيرتفع ببطء أكثر من زي قبل وفي اتجاهه إلى السبات ده هيأثر على التدخم العام في السنة لكن مش إحساس الناس بالتدخم شهريا أو ما شبه لكن البعض بيرصد هذه الأمور أيضا هناك اهتمام بالحماء الاجتماعية للمواطنين وهذا أمر أيضا واضح يعني فيه زيادة من الجانب الحكومة على الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين الفقراء سواء كان في البرامج اللي احنا عارفينها تكافل كرامة أو حياة كريمة أو الدعم السلع التموينية حتى لو زادت أسعارها الأيام الماضية أمر آخر أن هناك أيضا إصرار على المشروعات الكبرى في مصر يستكملها المجتمع المجتمع لن يضحي بمشروعاته لن يضحي بأحلامه أو بتصوراته وهناك حاليا مشروعات في كل مكان والمجتمع بيمارس أو الدولة أو الحكومة بتقوم بهذه المشروع في وجهة النظر وجهة النظر الأولى هي وجهة نظر ترى أن لا يوجد ترتيب جيد للأولويات أن هناك عباء مالية ضخمة جدا يتحملها المواطن وأن في أسئلة هاجسية وتساؤلات لدى المواطن في كل مكان واحنا شفنا بعض الأحاديث كانت فيه افتتاح الحوار الوطني السيد عمرو موسى قال مجموعة من الهواجس والهواجس دي يعني هو رتبها بشكل دبلوماسي لكنها متدولة وموجودة فالبعض يرى أن هناك إخفاق من جانب الحكومة في هذا السياق اتجاه آخر يرى أن الحكومة تفعل أقصى ما تستطيع وتعمل بجدية وهناك بصمات لهذا العمل بالرغم من ارتفاع الأسعار لا تزال الأسعار متوفرة بالرغم من الضغوط لا تزال الحكومة بتفي بالتزاماتها الخارجية وأعلى الرئيس الوزراء أن الحكومة لن يعني تتراجع عن الوفاء بأي التزام عليها لا تزال هناك المشروعات لا تزال هناك حماية اجتماعية للفقراء يعني البعض يرى أن الحكومة تفعل أقصى ما تستطيع الجدل الدائر هو فيه تغيير الحكومة تتغير يعني طبعا دي أمور يعلمها طبعا ويتخذها صنع قرار في ضوء رؤيته في ضوء المعلومات المتوفرة يعني لديه وتصوراته لكن نقدر نقول إن مسألة يعني تعديل الحكومة في هذا التوقيت أنا أتصور إنه ربما غير وارد يعني بالمعطيات اللي احنا بنشوفه أحد هذه المعطيات إنه هناك حوار وطني افتتح وسيبدأ هذا الإسبوع وهناك يعني جلسات مكسفة لهذا الحوار هينكش قضايا كثيرة جدا فدي كلها من الأمور هيتمخد عنها تشريعات ورئيس عفتاح السيسي في كلمته اللي وجهها في افتتاح الحوار الوطني ذكر إنه يتابع هذا الحوار وهيحضر بعض جلساته في الختام وأيضا إنه هو ينتظر مخرجات هذا الحوار وينظر إليه بعين الاعتبار ويوجه مؤسسات الدولة بشأنها إذن نحن في مناسبة مهمة جدا للتعاطي مع الشأن العام حتى لو شك كافية لبعض لكنها مناسبة مهمة هتمخد عنها قرارات وسياسات جديدة ربما هذا قد يكون مقدمة لتغييرات تحدث ولكن ليست تغييرات في أشخاص ولكنها تغييرات في توجهات أو سياسات أيضا هناك انتخابات رئاسية العام المقبل ربما يكون في زخم الحديث حول هذا الشأن تغتبات جديدة وتغييرات جديدة في هيكل الإدارة والسياسة وممارسة الحكومة في المجتمع يعني أنا عايز أقوله ربما ننتظر بضعة شهور حتى نرى حديث مكسف أو مختلف حول مسألة تعديل الحكومة لكن الذي فتح الكلام حول هذا الموضوع هو الهجوم الكسيف لنواب مجلس النواب حول أداء الحكومة خلال الأيام الماضية ويعني كثير من مقيل يشعر به المواطن ويتحدث عنه لكن أيضا هناك جهود تقوم بها الحكومة لا يستطيع أحد أن يغفل اسمحونا نخرج بفاصل ونعود لاستكمال فقرات هذه الحلقة ترجمة نانسي قنقر منذ عام بالكمال والتمام كنت ضمن وفد المجتمع المدني الذي زار السودان كانت الزيارة قصيرة لمدة يومين التقيت فيها مع عدد من الفاعلين والأحزاب والهيئات السودانية وأيضا التقينا بالفريق أول عفتاح البرهان كانت فترة مهمة جدا وكانت زيارة مهمة رأس الوفد السفير محمد العرابي كان وزير الخارجية المصري سابقا وعدد من الفاعلين في المجتمع المدني سواء كان في الجانب الثقافي أو الأكاديمي أو حتى نواف البرلمان يعني كان تشكيلة الوفد مهمة جدا وكان فرصة التعرف على المجتمع السوداني كانت جيدة أيضا خلال هذه الفترة ما استشعرنا خلال هذه الزيارة أو يعني أنا أتحدث عن نفسي على الأقل الذي استشعرته أن المجتمع السوداني يحتاج إلى توافق شديد حتى يعبر أزمته السياسية في ذلك الحين أزمة مركبة كان هناك خلاف ما بين المكون المدني والمكون العسكري وكان هناك رغبة في استعادة الحكم المدني واستعادة الحياة الطبيعية في السودان وتشكيل حكومة ومواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والعنف في الشارع إلى آخر وكنت حريص جدا خلال العام ده أن أنا من آن إلى آخر أطلعكم على الشأن السوداني السودان دولة قريبة مننا جدا دولة جوار فيه وشائج ثقافية وإنسانية واقتصادية واجتماعية وأيضا عمق أمني واستراتيجي بين مصر والسودان نحن نتكلم عن نفسنا نتكلم عن أهلنا وناسنا نتكلم على امتداد إنساني وطبيعي فمن الطبيعي أن نتألم كثيرا لما يحدث في السودان ثلاثة أسابيع مرت على اندلاع المواجهات المسلحة في السودان وبالتحديد من 15 إبريل الماضي يعني أيام قبل عيد القيامة وأيام قبل عيد الفطر وفي قلب شهر رمضان يعني كان مسألة يعني محزنة جدا وملفتة إنسانيا صدمات ما بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وتعطل أو تعصر اتفاق سياسي ما بين المكون العسكري وقوة الحرية وتغيير المجلس المركزي لدفع البلاد إلى الأمام وكان فيه مشروع دستورة عدته لجنة تنسيقية في نقابة المحامين وكانت الأمور بدأت تمضي في طريق التسوية السياسية في السودان للأزمة المستمرة منذ شهور اندلاع قتال ده يعني واضح كان فيه خلاف ما بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بين أو فيه ورشة عقدت ورشة نقاشية أو ورش الحوار التي عقدت بشأن الإصلاح الأمني ودمج قوات الدعم السريع في الجيش السوداني الجيش هو الجيش والدولة هي الدولة ولا يحمل السلاح في أي دولة إلا الجيش فجميع الحركات المسلحة والقوات الأخرى التي تحمل سلاح وقفق الصحة والمستشفيات تقريباً في حالة انهيار أزمة غزائية طاحنة وضيف ليها حوالي 2.5 مليون تبقى للتقديرات الدولية بنية أساسية متهرقة ازداد التهرقاً نهب سلب قصف للمدنيين مأساة إنسانية مكتملة الأبعاد وحجم الكارثة الإنسانية في حالة ازدياد ولي بيعبر عنه كمان نزوح اللاجئين إلى دور الجوار اتشاد أو مصر أو ما شاء تجدد الصراعات العرقية ضرفور والصراعات تتقاطع فيها العرق مع البحث عن الصروة تدخلات إقليمية تدخلات دولية مشهد يعني تحولت فيه الساحة السودانية إلى حلبة صراع ليس فقط مع أطراف داخلية ولكن أيضاً دخلت فيها قوة دولية وإقليمية على الخط ده طبعاً اللي دايماً كنا بنحذر منه ونتكلم عنه إن مسألة بناء التوافق وبناء المؤسسات وبناء الدولة هذا أمر رهن بأبناء السودان أنفسهم ولا يجب أن تتدخل أي قوة خارجية أي إن كانت إلا بغرض يعني المساعدة أو محاولة تقديم الدعم أو تقريب وجهة النظر لكن في الأول وفي الآخر مسألة بناء المجتمعات والدول هذه مسألة أساسية وإحنا شايفين أن الدول التي دخلت في طريق أي تدخلات خارجية ماذا قالت بها الأمور إحنا شايفينها من الصومال إلى إلى سوريا إلى الليبيا يعني شايفين مقال كثير من التطورات والتحولات التي حدثت في دول كثيرة النهاردة يعني أو بالأمس كان فيه خبر جيد أن فيه اتفاق وقع فيه جدة بين ممثلين من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إعلان جدة الالتزام بحماية المدنيين في السودان هو ليس وقف الإطلاق النهار ولكنه اتجاه أو اتفاق أو إعلان الغرض منه وقف الأعمال العنف أو استهداف المدنيين فلن نتكلم عن استهداف المدنيين يعني الابتعاد عن الأعمال العدائية ضد المدنيين الابتعاد عن استهداف المستشفيات والأماكن الطبية والتواقم الطبية والأماكن التي يلجأ إليها المدنيين من مدارس أو ملاجئ أو مستشفيات أو ما شابه وعدم اتخاذ البشر دروع يعني دروع بشرية في الحرب وعدم استخدام الأطفال في أعمال القتال أو استهدافهم يعني كل ما من شأنه حماية المدنيين وتوصيل المساعدات الإنسانية ليهم وعدم إعاقة هذه المساعدات وتمكين الهيئات الدولية اللي بتقدم هذه المساعدات مثل الهلال الأحمر والصليب الأحمر أو ما شابه يعني من جانب مصر تشجع طبعا الجهود الإقليمية والدولية التي تخفف من ألام شعب السودان وتحقق الاستقرار وتوقف نزيف الوطن في السودان لن يستفيد أحد من هذه الحرب الحرب تعني الخراب وتعني الإساءة لمقدرات هذه الدولة وتعني استباحة هذه الدولة وتعني أيضا الإساءة للمدنيين وتعرضهم للمخاطر الشديدة وتدمير البنية الأساسية التي تعاني بالفعل وتفاقم الوضع الاقتصادي الذي وصل إلى مستويات صعبة وقاسية جدا على المواطنين فمصر يعني لا يهمها إلا في المقام الأول الاستقرار وأمن السودان ودي مسألة تعتبر من السوابت الاستراتيجية بالنسبة لمصر يعني في كل المنعطفات السابقة مصر لا تدخل في الشأن السوداني وأي قضية تخص السودان هي قضية للسودانيين لابد أن يحسمها أهل السودان أنفسهم لكن مصر تدعم الدولة السودانية كدولة تدعم مؤسسات السودان ومواقف كثيرة وأمور كثيرة مرت ظهر فيها دعم الدولة المصرية للسودان من خلال مشروعات الكهرباء ومن خلال مشروعات كثيرة ودعم كثير قدمته مصري للسودان وده طبعا في إطار علاقات الأخوة والمحبة يعني دائما السودان تساعد مصر ومصر تساعد السودان يعني دي مسائل أسسية مصر تستضيف أكتر من أربعة ملايين من الإخوة السودانيين زيهم زي المصريين وأول ما حدثت الموجات دي انهالت التغريدات والبوستات على الفيسبوك بتقول لهم أهلا باخدنا السودانيين مرحبا بيهم في السودان من السودان إلى مصر ومرحبا بيهم في أي مكان يعني احنا نتكلم دايما على حالة الأخوة العميقة ما بين المصريين والسودانيين فطبعا مصر بلد مفتوح لهم في أي وقت وفي سياسات كثيرة تخذتها الحكومة المصرية والرئيس عفتاح السيد سواء بشأن تملك الإخوة السودانيين أو بشأن بعض غرامات الإقامة أو غيره أو التعليم أو مصرفات التعليم يعني تقريبا بيعاملوا مثل المصريين في كل شيء أو في كثير من الأمور وزير الخارجية السيد سامح شكري أم بجولة لاتشاده جنوب السودان يعتقد أن مصر في الفترة القادمة ربما قد يكون هناك اجتماعي مع الدول السلاس هي دول الجوار وهي الدول التي لها تصورات لمساعدة الإخوة السودانيين على موجة هذه الأزمة وزي ما قلت لحضراتكم الدولة السودانية لابد أن تجد كل دعم ومسندة احنا لدينا خبرات كثيرة جدا في المنطقة وخارج المنطقة عندما يتفكك عرى الدولة وعندما يعني تتفكك أوصال الدولة بيستباح المواطن وينهار مفاهيم زي مفاهيم الأمن القومي والاندماج الاجتماعي والتماسك الاجتماعي واللحمة الأساسية التي ينبني عليها المجتمعات البنية الاجتماعية الأساسية للمجتمعات بتنهار الدولة السودانية ليست طرفا في موجة أطراف والجيش السوداني ليس طرفا في موجة أطراف أخرى هو جيش الدولة والدولة السودانية تستند على هذا الجيش ولابد في النهاية أن ننتصر إلى مؤسسات الدولة مصر لديها كان هذه النظرة العميقة منذ فترة مبكرة في كثير من مشكلات المنطقة عندما تتراجع الدولة تظهر كثير من مشكلات احنا شفنا مشكلات العنف شفنا الإرهاب شفنا انتهاك هو الإنسان عندما غابت الدولة أنا شو محتاجة أذكركم بما حدث في دول أخرى مش عايز أذكركم بما حدث في سوريا أو في العراق أو في أماكن أخرى عندما ضعفت الدولة أو تراجع سقلها وقوتها وتماسك مؤسساتها شفنا حصل إيه للمواطنين ولا سيما الذين كانوا من أصول عرقية أو مذهبية أو دينية أو كانوا مختلفين مع بعضهم بعض يعني شفنا مشاهد قاسية جدا لكيف يمكن أن تنهار المفاهيم الأساسية للمواطنة وحقوق الإنسان نتمنى لشعب السودان كل سلامة ونتمنى أيضا أن تعبر السودان هذه الأزمة بما يحافظ على وحدة وسلامة أراضي السودان وكيان شعب السودان ومؤسسات دولة السودان اسمحوا لنا نخرج بفاصل ونعود لاستكمال فقرات هذه الحلقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الانتخابات التركية وصلت لزروتها يعني فاضل عليها يومين وطبعا في حالة شديدة جدا من السخونة موجودة على الساحة السياسية التركية طبعا في أسباب كتير لهذا الموضوع أولا هذه الانتخابات تتسم بالأهمية مقارنة بانتخابات سابقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية تتكلم على عشرين سنة في السلطة في دعوة كثيرة أيضا للتغيير موجودة في تركيا في تحولات كثيرة حدثت تركيا لعب إقليمي مهم سواء كان في مراحل سابقة أو حتى الآن كثير من الملفات الإقليمية تركيا طرف فيها في العراق في سوريا أيضا في ليبيا لها تمددها في أفريقيا سياستها مع الاتحاد الأوروبي تركيا عادت في الفترة الماضية كثير من أوراق اللعبة عادت يعني ترتيب أوراق اللعبة الخاصة بها في علاقتها مع بقية دول المنطقة يعني الانتخابات دي مهمة جدا للحضور والدور التركي وأيضا لما يواجهه الإقليم أنا بكلم على المنطقة الشرق الأوسط من اضطرابات أيضا الدور التركي مهم فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا بما أيضا يتعلق بسياسات الهجرة في علاقتها بالاتحاد الأوروبي طبعا في انتقادات بتوجه لي الحكومة الراهنة بسوء التعامل مع زلزال 6 فبراير الماضي ناس كتير رأت وإحنا شفنا كلام كتير يتقال في هذا السياق حول إن أداة الحكومة لم يكن على التصور المرغوب وأيضا إن كان فيه فساد وعدم مراعاة لأكواد البناء وده اللي أدى إلى اتساع نطاق الخسائر الشديدة جدا سواء كانت في الأرواح أو في المنشآت هذه الانتخابات ياخدها 24 حزب 151 مرشح تكلم عن انتخابات البرلمانية موزعين على 57 دائرة انتخابية في 81 ولاية تركية السمة الغالبة في هذه الانتخابات هي التحالفات الانتخابية يعني فيه تشكيل تحالفات أكثر من حزب ينضو في تحالف معين في مواجهة بقية التحالفات أو بقية الأحزاب طيب لو أنا عايز أبص على الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تركيا أبص عليها من زوايا مختلفة أول زاوية هي زاوية التحالفات إحنا عندنا فيه أكتر من تحالف انتخابي لكن نقدر نقول إن فيه تلات تحالفات أساسيا نبص عليهم التحالف الأول هو تحالف الجمهور هذا هو تحالف حزب العدالة والتنمية ده اللي بيرقسه الرئيس التركي رجل طيب أردغان وبيضم معاه مجموعة من الأحزاب الإسلامية واليمينية المحافظة طبعا إحنا عارفين توجه الحزب إنه توجه إسلامي وأميل إلى الإخوان المسلمين كمان ويعني هذا الحزب يعني توجهاته معروفة وسياساته معروفة فحزب العدالة والتنمية داخل مع مجموعة أحزاب أخرى في إطار تحالف الجمهور التحالف الثاني هو تحالف الأمة أو الطاولة السوداسية وده التحالف المعارضة بيضم مجموعة من الأحزاب يعني لها اتجاهات أيدولوجية مختلفة يعني ليس كلها من خط فكري واحد لكنهم اجتمعوا على مواجهة حزب العدالة والتنمية ومواجهة الرئيس التركي رجل طيب أردغان فهو تحالف تيكتيك يعني بيجتمعوا مع بعض الغرض بعينه أكثر منه أن لديهم تصور في نوع من أنواع الاستراتيجية أو التفكير بعيد المدى في مواجهة السياسة التركية أو ترتيبات السياسة التركية التحالف الثالث هو تحالف العمل والحرية وده تحالف يساري ويقوده حزب الشعوب الديمقراطي الكردي وده يعني يعتبر من الأوراق المهمة في السياسة التركية لأن احنا عارفوا الأكراد يمكن حوالي 20% من الشعب التركي ويمتلكوا حوالي 15% من القوى التصوطية وده مسألة مش قليلة طيب الرئاسة التحالفات دي كل تحالف لها واحد مرشح طبعا التحالف الأول تحالف الجمهور مرشحه الأساسي والرئيسي هو الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردغان الذي أمضى 20 سنة في الحكم التحالف الثاني اللي هو تحالف الأمة اللي نقول لكم عليه الطاولة السوداسية اللي هو المعارض بيرشح أحد رؤساء أحزابه هو كمال كليكدار أغلو أما التحالف الثالث أو هناك تحالف اسمه تحالف الأجداد بيرشح مرشح اسمه سنان أغان وده يعني فرصه ليست كبيرة كان هناك مرشح الرابعا ودول الأربع مرشحين اللي وافقت عليهم الهيئة العليا الانتخابات اسمه محرم أنجل وهذا أعلن انسحابه أمس وطبعا انسحابه ألب بعض معادلات الانتخابات في تركيا هو انسحب بعد يعني تسريب لأحد الفيديوهات التعلق بالأخلاق العامة هو بيتهم بعض الناس اللي صربتوا يعني فيه جدل كبير في هذا الموضوع لكنه انسحب ما يهمنا في هذا الصدد هو تأثير انسحابه ما بين الصراع ما بين القطبين الأساسين في المعادلة ما بين مرشح العدالة والتنمية ومرشح التحالف الجمهور اللي هو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ولا المعارض الذي يخود انتخابات الرئاسة في مواجته كمال كليكدار أغلو لمن الغلباء من هو الحصان الرابح في هذا السباق طبعا المسألة مش واضحة يعني فيها كلام كتير وإحنا النهاردة منتكلم الجمعة وفاضي اليومين يعني الساعة بتفرق واليوم بيفرق والتفاعلات دايما يعني محل جدل وخصوصا بالنسبة للأصوات اللي مش محسومة المرشح اللي انسحب دوا محرم أنجا دا عنده من 2 إلى 4 في المية حسب التقديرات قويته التصويتية كده يعني ممكن ياخد من 2 في المية إلى 4 في المية من الأصوات بعض الخبراء حسبوا هذا الكلام طيب اللي انسحب دا أصواته وتروح لمين؟ هلا تروح لأردغان ولا أغلو؟ في تقديرات بتقولك أنه هيأثر سلبا على فرص أردغان لأنه هو أصلا مرشح معارض فأصواته بالنسبة للناخبين قد تتجه ناحية أنه ما يقطعوا ما يرحوش أو يدوا المرشح المعارض المقابل اللي هو أغلو والانتخابات التركية بتحسن بـ 1 في المية أو 2 في المية يعني قصدي مفيش فرق أصوات كبير لو استمر محرم أنجا وده اللي كان بيراهن عليه الرئيس التركي قد تكون هناك انتخابات قاعدة لكن ما عن سحابه ربما تحسب الانتخابات من الجولة الأولى يعني أحد المرشحين يجيب 50% زائد واحد البعض بيقولك لا مش هيأثر على فرص الرئيس أردغان ولا سيما أن له بعض الشعبي يعني هو طبعا لازال له خطابه قومي المؤثر في قطاعات واسعة من الناس وأيضا بينظر إليه أنه هو صاحب تجربة تنموية وقدرة على التواصل مع الناس ومع الجمهور والبعض بيرى أن مرشح المعارضة ليس على زي الدرجة من القوة تقديرات مختلفة ومحدش عارف بالضبط ماذا ستنتهي إليه هذه الانتخابات لكنها انتخابات صعبة ومعقدة وقد تتجي إلى جولة إعادة في نهاية مايو وقد يستطيع أحد المرشحين يعني النهاردة تقديرات نيويورك تايمز بيقولك قد يفعلها أغلو أنه هو يكسب 51% أو 52% ويعبر هذه الانتخابات ولكنها طبعا دائما تنظر إلى أن الرئيس أردغان لديه أوراق قسيرة وقدرة على حشد الجماهير ولديها أيضا شعبية لا تستهام بها رغم تراجع هذه الشعبية زي ما قلت لحضراتكم الفترة الماضية ربما من انتقادات من معرضيه أو انتقادات للحكومة في مواجهة الزلزال الذي حدث لكن في كل الأحوال أيضا تراجع ليرة وتراجع الوضع الاقتصاد يعني فيه أمور كثيرة تغذف الحزبان لكن في كل الأحوال سننتظر لنرى ماذا ستصفر عنه الانتخابات في تركيا اسمحولنا نخرج بفاصل ونعود لاستكمال فقرات هذه الحلقة اشتركوا في القناة الشباب وثقافة التطوع بمعنى أن نجد التطوع بين قطاعات واسعة جدا من الشباب التطوع في عمل اجتماعي في عمل خيري في عمل تنموي التطوع في شأن ثقافي يعني مجالات كثيرة جدا للتطوع وهو فكرة أن تبذل بعضا من الجهد أو المال في سبيل خدمة قضية أو فكرة معينة أو حتى تعلم خبرات أو مهارات من خلال الالتصاق والالتحاق بمؤسسة أو بعمل ميداني أو عمل ثقافي أو فكري لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة بترأسها الدكتورة مونة الحديدي عقدت لقاء بالتعاون مع مكتبة اسكندرية حول الشباب وثقافة التطوع وقضى في المكتبة وافتتحه لأستاذ الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الأسكندرية اللي تكلم عن أهمية الشباب وأهمية التطوع وأيضا نتكلم على سلسلة من الكتب التي تصدرها المكتبة حاليا للنشق والشباب والشباب بتتكلم في قضايا الثقافة وتتكلم في قضايا الفكر العالمي بتبدأ بقضايا شخصيات مصرية أنجزت في المجال السياسي والثقافي والفكري بنتكلم عن طاعة حسين العقاد هدى شعراوي أحمد عرابي يعني شخصيات مهمة طلعت حرب وأيضا بتتكلم عن حاجات في الثقافة العالمية والفكر العالمي كما عن مكتب اسكندرية القديمة هيباتيا ويأمل الدكتور أحمد زايد في هذا المشروع أن في ظرف عام أو أكثر يكون لدينا ألف كتاب بسيط يلخص تجارب ثقافية وإنسانية وإسهامات شخصيات محلية وعالمية وعربية يقدم للشباب لبناء الثقافة وبناء الوعي وبناء الفكر وأيضا مواجهة الكثير من الأفكار السلبية ورفع مستوى المعرفة لدى قطاعات واسعة جدا من الشباب هذا ما ذكره في الافتتاح هو مشهور مهم وبدأ بالفعل توزيع هذه الكتب التي تباع بسعر التكليف في هذه الحلقة النقاشية التي تحدث فيها عدد من الخبراء وأساتيسة علم الاجتماع وقدمت فيها عدد من مبادرات الشبابية المهمة يعني واضح أن لجنة الشباب في المجلس الأعلى للثقافة يعني لجنة نشطة وبتقوم بدور كبير تسكير مهم بثقافة التطوع لابد أن يكون لدينا أو لدى الشباب والنشأ عايزين ننزل قبل الشباب بشوية كده يكون لديهم ثقافة التطوع بمعنى أنه يتطوع في عمل إنساني أو اجتماعي أو ميداني ده بيربي وجدان هذه القطاعات على احترام الإنسانية ويزرع بداخلهم بزور الثقافة الإنسانية العميقة يرفع منسوب الإنسانية عنده فتلاقي دايما بيرق الحال الناس وبيعمل كثير من الأعمال الإنسانية والخيرية وبيترك ذاته وبيحاول أنه ينفتع الآخرين ويقدم لهم حالة من حالات الاندماج الإنساني والروحي والنفسي والمساعدات الإنسانية ثقافة التطوع زي ما بتخدم مجتمع بتخدم الشخص يعني هناك فارق كبير بين شخص أناني وذاتي ومغلق وبين شخص مضحي وبازل ومنفتح هناك فارق كبير جدا الشخص بيبان من انفتاحه على الآخرين ويندفعه في عمل الأشياء الإيجابية والرغبة في المساعدة وينظر إلى مثل هذه الأعمال إنها بتعود عليه هو شخصيا بالنفع مؤسسة التعليم لابد أن تهتم بهذا بعض الناس اللي شاركت فيه هذا النقاش قلت لك لابد أن توجد مؤسسات ترعى ثقافة التطوع يعني مؤسسة التعليم وأنا قلت الكلام لها بكده وبعيده مرة أخرى التربية المدنية داخل المدارس أنا بستغرب لماذا لا يسمح لطلاب المدارس الابتدائي والإعدادي والسنوي إنه هو فترة أجست الصيف أسبوع، اثنين، ثلاثة، شهر إنه هو يشارك فيه مشروع من مشاريع التنمية الموجودة داخل الدولة وداخل منظمات المجتمع المدني في البيئة، في المساعدات الاجتماعية في التشجير يعني هناك مشروعات كثيرة هتخرج الشخص من يعني انغلاق ذاته أو من تصوراته الذاتية إنه يبدأ يخدم وينفعل على المجتمع ويتعرف على أقرانه ويعرف ثقافة الاختلاف وقبول الآخر والاحترام والمشاركة يعني كلها مجموعة من القيم المدنية المهمة هيتعلمها من خلال ثقافة التطوع بالتأكيد نحن نحتاج إلى يعني مؤسسات تدعم ثقافة التطوع ويتحول التطوع إلى ثقافة الأسرة المصرية مهمة جدا في هذا الموضوع بلاش نسمع الكلام اللي بيصبت عزائم الأولاد والبنات اللي بيقولوا إنه إحنا رحين نشارك في حاجة أو نخدم في مشروع أو نقدم أمر مش عايزين نقول لهم إن الكلام ده ملوش لازمة مش عايزين نقول لهم إن الكلام ده بديعلك وقتوكو لا احنا عايزين نقول لهم إن الكلام ده بيبنيهم إنسانيا وبيكونهم شخصيا وبيفتح ليهم أفاق إنه هم يطوروا نظرتهم للحياة ونوعية الحياة اللي هم بيعيشوها وأيضا النظرة العامة للمجتمع أنا بيصعب علي لما بمشي في الشارع ولاقي ولا الزغير بيجري ولا كلب ولا بيضرب قطة ولا بيحاول إنه يعمل أو حتى بيشتمزميله أو بيحاول إنه يكسر حاجة يعني تشعر في هذه اللحظات إن ده لم يرى المجتمع ده داخله شحنة غضب في حين إنه لو شاركة في أنشطة عامة والمدرسة بتاعته بالعلاقة مع الحي قدروا إنهم يعملوا تجربة محلية لطيفة في خدمة هذا المجتمع بالتأكيد الولد ده مش يعمل كده هيحس بالناس ويحس بالمجتمع ويحس إن الحاجة الجميلة اللي موجودة في مجتمعه دي هو اللي عملها المجتمعات المتقدمة بتقوم على صخفة التطوع خلال وباء كوفيد ناينتين أو كورونا شفنا جيوش من المتطوعين كان بتخدم الناس وشفنا ناس كويسة جدا منهم في المجتمع المصري وشفناهم وشفنا حتى في بعض اللحظات الحرجة زي لما يعني غرق التجمع الخامس وأماكن أخرى من الأمطار شفنا زي نزل مجموعة من الشباب مندفعين ومتطوعين وبدأوا يساعدوا الناس إنهم يعبروا الطريق أو يساعدوا كبار السن أو يوصلوهم لبيوتهم أو يحاولوا يقدموهم خدمات المجتمع فيه طاقة إنسانية وخيرية كبيرة لكن لابد من استخدامها لاستخدام الأمثل من خلال مؤسسات بتضع برامج وأفكار ورؤى وتحتضن احتياجات الناس إلى التطوع وبناء الزات وتعلم خبرات وثقافات جديدة اسمحونا نخرج بفاصل ونعود لاستكمال آخر فقرات هذه الحلقة اشتركوا في القناة اهلا وسهلا بحضراتكم مجددا يعني في إطار إن بحاول إن أنا أطور البرنامج بديت أفكر إن إحنا ليه ما يبقاش في كل مرة في كتاب بنحاول إن إحنا ننقشوا مع بعض كتاب صدر حديثا بيقدم فكرة بتهمنا أو رأي بنحاول إن إحنا ننقشوا أو نوف قدامه النهاردة أنا اخترت ليكم أحد الكتب اللي صدرت مؤخرا وفي الواقع يعني لما قريته عجبني فقلت إن أنا أتكلم مع حضراتكم في هذا الكتاب الكتاب اسمه المرأة الداعية دور النساء في التعبئة الإسلامية للمجتمع ده المؤلفة بتاعته الدكتورة أسماء فؤاد وهي خبيرة في مجال الدراسات الاجتماعية والسياسات العامة وبتعمل في مركز الدراسات المستقبلية تابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس النوزة لكن الدراسة دي بتمثل رسالة الماجستير الخاصة بها كانت في كلية الأداب جامعة القرارة وأشرف عليها الأستاذ الدكتور محمد الجهري والأستاذ الدكتور سعيد المصري وكلاهما طبعا من الأسماء الرنانة والكبرى في مجال علم الاجتماع هما من أجيال مختلفة في الواقع طبعا الأستاذ الدكتور محمد الجهري له باع طويل في مجال الدراسات الاجتماعية ولهه إسهاماته والكبرى وتلاميذه والدكتور سعيد المصري طبعا بيقدم دراسات مهمة ولهو كتابات مهمة كثيرة في مجال علم الاجتماعي دار النشر اللي نشرت هذا الكتاب ويعني تحمست إليه هي دار العربي للنشر يعني بيرأسها شاب مبدع هو الأستاذ شريب بكر وبيحاول أنه يقدم الدراسات السوسيولوجية أو الاجتماعية المهمة لتخص المجتمع المصري باختصار الكتاب زي يعني أنا طبعا صعب أن أنا أخصه أنه كتاب كبير لكن هقف عند بعض النقطة الأساسية فيه أولا الكتاب يتحدث عن الحركات الإسلامية وبتكلم عن دور النساء في هذه الحركات ولسيما أن فترة من 2011 و2012 وما شاهدوا المجتمع من حالة مخاض وحراك كان في مسألة التصويت في تعدلات الدستور وبعدين انتخابات 2012 ظهرت المرأة الداعية والمرأة التعبوية في إطار الحركة الإسلامية في هذه الانتخابات وهي الباحثة كانت ربما بدأت تدرس الموضوع قبل هذه الفترة لكن استكملته بعد كده وكان لها خبرتها نية دخلت فيه أوساط هذه الحركات وتعرفت على هؤلاء الدعيات وبدأت تفكر في الأسليب وتكوين هؤلاء الدعيات حركات الإسلامية احنا عارفين هي حركات ذكورية يعني فيها ذكور رجال يمسكون بمقاليد الأمور لكن نشاطها النساء ونشاط الدعيات داخل هذه الحركات جعل لهم أيضا نصيبا من التأثير وممارسة السلطة والقوة داخل هذه التنظيمات والاحتياج إليهم أيضا والاعتماد عليهم أول حاجة المرأة الدعية تلعب دور في أسلامة المجتمع زي ما بتقول الباحثة من خلال علاقتها الممتدة بالنساء والفتيات ومخطبتهم بوسائل متعددة ومتنوعة الأمر الآخر أن الدعيات التي يدخلنا المجال الدعوي عادة يدخلنا من منطق أن لهم خبرات وتجارب سابقة وعملية تكوين ممتدة انتهت في النهاية إلى هذا الشكل الذي يدخلنا به المجال الدعوي أو الترويج للمشروع الإسلامي المرأة الدعية لها خصائص شديدة هي طبعا شخصية مؤثرة لديها علم ولديها قدر على التواصل مع الناس وأيضا هي قدوة وتستطيع أن تجذب الآخرين اجتماعيا ودي كلها مهارات لابد من توفرها في الشخصيات التي تلعب دور على المستوى الجماهيري أو المستوى الشعبي أو المستوى التعبوي يعني تعبق الناس أو تجندهم لحول مشروعات معينة بعضهم كان متم من مشروعات اجتماعية بعضهم اتم بالعمل الأكاديمي إلى جانب العمل الدعوي توظيف وسائل التواصل الاجتماعي كان جيد جدا بالنسبة لهم التواصل الاجتماعي شبكات السوشال ميديا ازاي بيتعرفوا عن الناس ازاي بيتواصلوا معاهم ازاي بيشعروهم بالتعرف العميق وحميمية العلاقات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والشعور الطاغي لهم على هذه الوسائل أيضا لديهم خطابات متعددة خطابات دينية بحتة وخطابات تجمع ما بين العلاقات بين الدين والمجتمع وأيضا علاقات بتروج لأفكار ومشروعات سياسية بالنسبة للحركة الإسلامية والبحثة أيضا أشارت إلى أن عندما تتحدث هؤلاء الدعيات التي ينتمين إلى الطبقات الطبقة الوسطى الشرائح العليا بيأثروا جدا في الشرائح الطبقة الوسطى الشرائح الدنيا والفقير دول بيأثروا فيهم لأنه بيشوفون نموذج ومثل للإنبهار ومع مرور الوقت هؤلاء الدعيات بيكتسبنا قوة مكتسبة هي جاية أصلا من قوة الداعية الديني يعني موقع الدعية الديني لديه قوة ولديه تأثير على المجتمع وهيمنة فده كل ده بينعكس في الأول وفي الآخر على مكانة هؤلاء الدعيات طبعا مساحة جديدة من البحث والتفكير صلطت عليها البحث الدكتورة أسماء فؤاد واهتمت بنشرها من خلال دار العربي لكن في كل الأحوال هو كتاب مهم والمهتم بهذا الموضوع يعني أنا أدعوه لموصلة قراءة هذا الكتاب لأنه بالفعل يحتوي على كثير من الأفكار ومبني على دراسة ميدانية في الواقع في العلاقة ما بين الباحثة ونماذج من هؤلاء الداعيات احنا وصلنا لختام هذه الحلقة تقريبا لكن زي ما أنا عودتكم إن احنا بننهي الحلقة بالحديث حول أحد المقولات من جهز مصقف أو كاتب أو أديب الحاجة النهاردة أنا كلمتكم قبل كده عن جلال الدين الرومي والنهاردة أيضا أنا باخد أحد المقولات منه جلال الدين الرومي زي مطلقه قبل كده هو رجل صوفي وفقيه ويعني له كتاباته وإبداعاته وإشراقاته الثقافية والروحية بيقول النهاردة يعني مقولة مهمة جدا يعني تأثرت جدا بيها وقفت قدامها بيقول ستأتي الأشياء من تلقاء نفسها دون أي جهد أو سترحل للأبد رغم كل الجهود طبعا مقولة معبرة جدا يعني باختصار شديد الكلام اللي احنا عارفينه دايما وبنقوله وبنتفاعل معاه إن احنا نترك كل شيء على الله هو عايز يقولك ربنا لما يكون عايز حاجة في حياتنا هتحدث سعينا أو كسفنا السعي أو بزلنا كل الجهود أو لم نبذلها في النهاية إرادة الله طبعا الإنسان لابد أن يبذل الجهد ويقوم بالدور الذي ينبغي أن يقوم به لكن في الأول وفي الآخر لابد أن يدرك أنه هو بيبذل الجهد لكن الله هو الذي يكل الجهود الإنسان فهو عايز يقولك إيه يعني ما تشغلش بلك كتير لو بزلت كل الجهود وربنا مش رايت لك هذا الأمر لن يتحقق ولو بزلت جهد قليل أو وزعت جهد قليل فالله يحب أن يفاجئ أحباؤه كما يقول أحد القدسين فالمسألة دي لابد أن نضحها في الاعتبار ونلقي كل شيء على الله الذي في الأول وفي الآخر هو ضابط الكل والذي يختار لنا أفضل الاختيارات في الحياة بمقولة جلال الدين الرومي اسمحوا لنا نصل إلى ختم هذه الحلقة ووضعكم على خير إلى أن أراكم الأسبوع المقبل لكم مني أرى التحيات اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر